بعد الأربعين سنة وش يحدث للجسم هذا اللي حمل طاقات سلبية كثيرة انفجار للمشاعر هذي عن طريق أمراض نفسية وأمراض عضوية أو جسدية اللي تتمثل اللي عندها مسميات كثيرة اللي يسميها الاكتئاب واللي عندها أسماء كثيرة وأنواع فصلها العلماء النفس أو أطباء النفس فصلوها وعطوها أسماء على حساب اختلافات بسيطة في الأعراض فقط